النهاردة الصبح يا حضرات قريت تقرير صحفي صادم أرقام بالعشرات خطة منظمة زي خطة أكتوبر كده بس في القزارة خطة أكتوبر كانت لتحرير البلد دي خطة لاحتلال البلد شوف الفرق خطة أكتوبر كانت لتحرير أرض الخطة اللي احنا قريناها النهاردة كانت لاحتلال أرض من خلال التوريس التوريس لأبناء السلطة التقرير نشروا موقع المنصة وعلى مسؤولية موقع المنصة النهاردة بيكشف حجم التوريس في القضاء أو في مجلس الدولة أبناء القضاء يديرون مجلس الدولة ده موقع المنصة وبيقول أنه من واقع لا جديد في تعينات القضاء العبارة التي تصلح عنوانا لكل قرار يصدر بشأن التعينات في الهيئات القضائية أخرها قرار رئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية بتعيين 170 قاضي من خلية كليات القانون وحظي القضاء الجدد المعينون بمجلس الدولة من أبناء وأقارب القضاء بـ 68 وظيفة يعني هم 170 قاضي تعيينه أبناء القضاء احتلوا 68 وظيفة من إجمال المعينين اللي هم 170 تخيل وبتقول من واقع مستندات حصلت عليها المنصة أجرت مسحاً شاملة للأسماء الواردة في كشف المعينين وتبين أن من بينها تعيين خمسة من أبناء القضاءة محكمة النقد 12 من أبناء وأقارب قضاءة محكمة الاسناف والقضاء العادي 38 من أبناء وأقارب قضاءة محاكم مجلس الدولة بينهما توأمين 3 من أقارب أعضاء النيابة العامة و 6 من أبناء وأقارب هيئة قضاءة الدولة و 3 من أقارب وأبناء هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنت التعيينات أسماء نجل أحد نواب المحكمة الدستورية العليا ده اللي قالته موقع تعالوا نشوف الانفو جراب ده بلخص تقرير موقع المنصة اللي بيكشف حجم تعينات أبناء القضاءة 68 آدي الانفو جراف إلعب أبناء القضاءة يديرون مجلس الدولة كشف موقع المنصة أن من بين المعينين بمجلس الدولة 5 من أبناء قضاءة محكمة النقد و 12 من أبناء وأقارب قضاءة محاكم الاستئناف والقضاء العادية رصدت المنصة 8 نسما من أبناء وأشقاء أعضاء في هيئات قضائية من بين 260 تم تعيينهم بقرار السيسي رقم 322 لعام 2022 كما رصدت 70 اسما جميعهم من أبناء وبنات وأشقاء أعضاء في الهيئات القضائية بحسب المستندات جاء في كشف الأسماء نجل المستشار جلال أحمد قضب شهين نائب رئيس محكمة النقد وجاء أيضا تعين نجل المستشار محمد صابر السيد حميدة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والذي سبق وأنعين بناته الثلاث بهيئة النيابة الإدارية أولهن مروى في العام 2008 ومن بين أقارب قضاة مجلس الدولة أيضا التوأم جرجس وكورولس عماد لحظي بخيت شقيقي المستشار أبا نوبا المعين قاضيا بمجلس الدولة في أغسطس من العام 2021 سبق في تعينات النيابة الإدارية أنه من أصل 313 شخصا تم تعين سبعين اسما جميعهم من أبناء وبنات وأشقاء أعضاء في الهيئات القضائية بنسبة تزيده عن الخمسة خلينا اللافت في تقرير المنصة مثلا تلاقي واحد ابنه يعني ابنه ومعين ثلاث أبالاته يعني معين ابن وتلاث بنات ده بحسب تقرير المنصة نجل المستشار تعين أحمد نجل المستشار جلال أحمد قطب الشهيد نائب رئيس محكمة النقد وجاء في الرقم خمسة السيد نجل المستشار محمد صبر حميدة الرئيس محكمة الاستناف الذي سبق وانعين بناته الثلاثة بهيئة النيابة الإدارية أولهن مروى سنة 2008 وفي الحقوق الحالي على درجة رئيس بالنيابة الإدارية من فئة ألف ومهجة 2016 وهي الآن بدرجة وكيل نيابة إدارية وميادة في أكتوبر مزرميت عين بالفعل لما دورنا لقينا في 9 أغسطس اللي فات لقينا بنته مهجة اترقت وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة أهو الخبر أهو رقاها السيسي من الفئة الممتازة تخيل ولقينا في أكتوبر 21 خبر تعيين بنته ميادة معاون للنيابة اطلع بالخبر عطول اطلع بالخبر عطول قرار أهو بتاعيننا اطلع بالخبر هتلاقي مهجة وميادة وسعاد ونجيب الأغنية بتاعتيني دي اللي بيغني كلها أسماء بنات دي كله مهجة محمد السيد صبر حميدة إلعب يا معلم إلعب 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 يا سمك رحنا على قاضي تاني من ضمن المئات لقينا المستشار واحد اسمه مسعد أبو النجا ده عين ابنه عمر وقابله كان معين اتنين من عياله أبناء القضاء رحنا هات بقى روح انت هات للي عين ابنه عمر وعين اتنين من عياله أيضا في القصة دي حاجة عجيبة جدا مسعد أبو النجا عمر نجل المستشار مسعد عبد الحميد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة إلى آخر يعني طيب دورنا بقى وإحنا بندور لقينا واحد من عياله اسمه علاء متعين في مجلس الدولة برضو ننشر أسماء المعينين اضرب اسم علاء على طول اطلع باسم علاء اطلع باسم علاء عشان ايه نخلص علاء مسعد عبد الحميد محمد أبو النجا طيب الفكرة بقى ايه ان عملية التوريس دي في مجلس الدولة حصلت برضو من شهرين في النيابة الإدارية برضو في غصة اللي فات زي ما الخبر ده بيقول النيابة الإدارية عائلة قضائية أبناء وبنات القضاء يسيطرون على تعينات الهيئة من أصل ٣٣ رسلت المنصة السابعين اسم جميعهم من أبناء وشقاء وحاجات بالنسبة للخمس كده بقى اذا كان كل واحد هيورس انا فهم ان لو عندك منفتورة تورس ابنك عندك ورشة تورس ابنك عندك مصنع تورس ابنك إنما يعني ايه تورس ابنك وظيفة يعني ايه يعني تبقى انت قاضي فابنك يبقى قاضي تبقى انت دكتور في الجمعة يبقى ابنك دكتور في الجمعة طيب واللي أبوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فين؟ ولادي الناس العادية دي تروح فين؟ اللي هما بيدرسوا ويتبهدلوا المشكلة يا حضرات ان التوريس ده بيقطع الطريق على كفاءات وبيسلم البلد للشلال بتحمي بعضها بتحمي بعضها البعض واني ابناء المصين العاديين مش هيلاءوا اي فرصة ما هي ماروة وموعجة وواحد معين ثلاث عيال طب انا لو انا ابني في مصر وليسان سحقوق جايب جيد جدا وممتاز يروح فين؟ مايروحش كده هو يبقى زنبه ان ابوه طلع موظف عادي يعني ابوه طلع دكتور عادي ابوه طلع مدرس عادي كده زكاة الحكاية كده يبقى السيسي حقه بقى يبقى السيسي حقه ابنه يمسك مخابرات وابنه يمسك نبقى زعلين من السيسي ليه؟ بجد ولا زعلين من السيسي ليه؟ ده احنا ولا افريقيا مع احترامي الافريقيا بعض الدول في افريقيا يبقى الاب هو اللي مسك وابنه مسك وزير دفاع ده احنا ولا الدولة المملوكية ولا دولة الملوك ما هو انت مسلا دولة زي السعودية ابن الملك رئيس وزراء اخوه وزير دفاع اخوه التاني مش عارف وزير ايه؟ ده بزراميت ده ايه دولة الملوك كده؟ على فكرة في التاريخ كله عبر التاريخ كله طغاة الشر غير طغاة الغرب غير ملوك الغرب جعل التاريخ كده احنا تبلينا في منطقة الشرق الاوسط والعرب وحطة افريقيا دي بان التغال عندنا حتى في الفرس اللي هي ايران التغال عندنا نموذج دولة زراعية مش زراعية التغيان الشرقي كل الفلاسفة اتكلموا عنه لذلك حتى الاوروبيين يقولك في التاريخ بتاعهم ان الملوك كانوا مستبدين بس لم يكن على طريقة الاستبداد الشرقي ده احنا في نيلة في ابريل 22 النيابة العامة في مصر منصب بين التوريس والمولاء حرم الاف المصريين من حقهم في التعيين بالنيابة العامة لاسباب غير معروفة وغير مخالفة للدستور اهو في الجزيرة النيابة العامة في مصر منصب بين التوريس يحرم الاف المصريين من حقهم في التعيين بالنيابة لاسباب غير معروفة في مخالفة للدستور 2014 التي تنص على تكافؤ الفرص تخيل تخيل شوف الجراف ده كده المستهدات المطلوبة شهد التخرج مؤقتة فيها درجات المجموع كويس نجيب لك قيد ميلاد مميكن يعني اوكي فيش تشبيه موافق شهدات بتقدير السنوات الدراسية هجيب لك صحيف سي الحالة الجنائية هجيب لك اقرار من المتقدم بالموافقة بموقفه من التجنيد هجيب لك صورة ضوئية ايه صورة ضوئية صورة اسمع صورة ايه صورة ضوئية وفيه صورة ضوئية وصورة مضلمة ايه اللي غباوة دي بس ماشي اجيب لك صورة سند ملكية او بطاقة حيازة زراعية اذا كان المتقدم او لأسرته ارض زراعية نجيب لك صورة ضوئية برضو انت مصورة على ضوئية من بطاقة ايه اللي هو الحاجات دي بقى التصوير الفوري وصورة ضوئية احنا ايه بنتكلم سنة كام عدد اربعة في ستة صورة حديثة بالملابس الرسمية بخلفها بيضاء مدونة عليها اسمه ماشي شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحا بها وظيفته الحالية والراتب الشارع والمؤهل الدراسي ماشي قيد عائلي لوالد المرشح والجد والاب والجد الام ماشي الملف فيطلب من الموظف من قبل المواعد لتقديم الاوراق كل ده بقى عادي كل ده عادي اي طالب يجيبه ويقدمه النتيجة ايه بقى مبيقبلش مبيقبلش ليه لان ابو مش قاضي وابو مش قاضي في مجلس الدولة ولا امه قاضي ولا اخته قاضي ولا ابو زب الجيش كبير ولا ابو اي حد في الدولة غير ابو مدرس ابو مدرس عادي يعني ابو رجل مدرس وامه ست مدرسة او امه موظفة وابو موظف وخلاص ده ما يخشش النيابة ولا الشرطة ولا الجيش ولا اي وظيفة كبيرة مدي بقى الخط ده على كل حاجة في البلد حملت الماجستير المدرسين اي وظيفة فيها بص التعيين الكل يا مدبولي ازمة حملت الماجستير والدكتوراه تظهر من جديد من ينصف هؤلاء مدي الخط بقى دي بلد هي دي الجمهورية الجديدة يا جيد الحضرات بقى خد بقى ازمة تعيين ستة وتلاتين الف مدرس راجعت تاني المجلس الشيوخ 140 الف شخص غضب بسبب انه مسابق تعينات الشهر العقاري يا حضرات البلد اللي ما فيهاش عدالة عدالة البلد ما فيهاش عدالة لا تنتظر منها انها تبقى بلد ومصر مش تبقى بلد انا بقولك ده وزعل مني وحد يقولي بقى انت عدو الوطن والكلام السخيف الخايب اللي خلاص يعني فقد معناها دولة ما فيهاش فرص متكافأ قدام بعضنا دولة ايمع على الوساطة والمحسوبية مش الكفاءة انساها الى ابد الابدين لانه ايه احمد زويل ابو ما كانش قاضي نجيب محفوظ ابو ما كانش لوه في الجيش اه توفيق الحكيم كان مجرد وكيل نيابة وسابي نيابة كلها ومشي طعا حسين انت لما تقرى الايام الجزء الاول والتاني لطلع حسين تقول الوطن ده ازاي انارى الدنيا بفكره ازاي ازاي واحد طالع ضرير مع ابوه رجل غلبان عادي جدا في اسرى كبيرة ولما الكلة ضربت اخوه مات ويروح يتعلم في الازهر ويتمرمت في الازهر الوطن ده ازاي يطلع كده لابوه قاضي ولمه كانت لوه ولاي حاجة في الدنيا بس كان عنده وقت او كان جاف وقت كانت الفرصي متاحة لناس كلها عادي يعني فبقى طاع حسين فبقى بليغ حمد محمد عبدالله بصابة التارزي تعفرت عبدالرحمن رجدي ام كلسوم اللي كان ابوها رجل على بابا الله دير في الموالد وبتاع بقيت ام كلسوم وعبدالحليم اللي جاي من ملجأ ايتام وكان كرال لأحمد فؤاد نجم احمد فؤاد نجم اللي طالع برضو من ملجأ وتسرق وسرق وحاجات دي ومع زي الناس دي كلها ابوها ما كانش لوه ابوها ما كانش حاجة كبيرة الطبقة دي هي اللي شكلت حضارة مصر نعم للأسف طالما الدولة وفاش عدالة مبروك عليكم الدولة بتاعتكم